توتر الأوضاع في جنين مستمر في بلدة جبع قضاء المدينة قتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت البلدة لاعتقال من تصفهم بمطلوبين أمنيين وخلال محاصرات إحدى المباني اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ عمليات إطلاق نار صوب مستوطنة حومش جنوبي جنين تطورات أمنية دفعت الخارجية الفلسطينية للقول إن غياب مساءلة إسرائيل يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم جرائم الاحتلال في جبع وجنين ونابلس وغيرها من المناطق الفلسطينية دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية تنسف الجهود الأمريكية والإقليمية المبدولة لتحقيق التهدئة تنسف تفاهمات العقبة وهذه الجرائم لن تؤدي إلى مكان سوى سفك المزيد من دماء المواطنين الفلسطينيين قوات الجيش الإسرائيلي والشباك وحرس الحدود وخلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت 15 فلسطينيا كما أشارت إلى إسقاط مسلحين فلسطينيين لطائرة مسيرة تابعة لها في بلدة جبع مراقبون أشاروا إلى ارتفاع وطيرة عمليات الجيش الإسرائيلي رغم الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد أعتقد أنه ولا طالما استمر وجود الأسلحة في المدن الفلسطينية سيجد الجيش المجموعات الإرهابية التي تنوي تنفيذ عمليات وبالرغم من التحذيرات الأمريكية التي طالبت بها سيستمر الجيش بتوفير الحماية للمواطنين الإسرائيليين أعتقد أن تصرفات إسرائيل ورغم أنها تتعارض مع الولايات المتحدة وهذا أمر سيحبه الفلسطينيون إلا أن لا خيار لإسرائيل سواء استمرار العمليات المخاوف الدولية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية باتت تتزايد أمام هذه المشاهد فقد دعا الاتحاد الأوروبي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى تهدئة الأوضاع والامتناع عن الإجراءات التي تزيد من مستوى التوتر المرتفع مشددا على ضرورة خلق أفق سياسي نحو حل الدولتين تبقى لغة التصعيد الوحيدة السائدة في الأراضي الفلسطينية والتي تتمثل باستمرار اقتحامات القرى والبلدات والمدن الفلسطينية وسقوط مزيدا من القتلى ما يزيد من حدة التوتر على ساحة الصراع ثروة شقراء الحرة رام الله